استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية اليوم رئيس مجلس العموم في البرلمان البريطاني لانسي هويل واكد جلالة الملك اهمية تضافر الجهود الدولية لمضاعفة المساعدات الانسانية لقطاع غزة وضمان ايصالها دون اعتراض او تأخير واجدد جلالته دعوته للمجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل لوقف تفاقم الكارثة الانسانية بغزة ومواصلة دعم وكالة الامم المتحدة لاغثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الانوروة وذلك باعتبارها شريان الحياة لنحو مليوني فلسطيني في غزة واجدد جلالة الملك على ضرورة التوصل الى وقف فوريا ودائما لاطلاق النار في غزة وحماية المدنيين منبها الى خطورة عواقب العملية العسكرية الاسرائيلية في رفح وحذر جلالته من الاعمال العدائية التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية واجدد جلالة الملك تأكيد على ضرورة ايجاد افق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على اساس حل الدولتين مثمنا موقف المملكة المتحدة داعمة لوقف اطلاق النار في غزة وجهودها في تقديم المساعدات الانسانية لاهالي القطع